نحكيه على الملعب ملعب حمادي العقر بيرادس الكريسي اللي جي ونحكيه على في عريقة بجمهير الترجي كيف كيف ولي سار في مقابلة الجزائر دايور فمخ برا على المشاجع بتاع الترجي والله امه امه طلعت وحالته مستقرة وديو ديبام مازال مسترجعش الوعي ان شاء الله يحبوا ان اقلوا ان شاء الله ربيش فيه دعوات الناس كلية ان شاء الله محب من الترجي اللي كان تح هو يعلق في بندرول وفقد الوعي بتاعه وتخلي فيه غيبوبة ان شاء الله نتمنى ولو شي فيه ناسر البدوي يالا رفيق انا حبيت نحكي على حاجة مهمة برشا وحبيت نحكي على السيبورتير وقت اللي يكونوا عندهم اهمية كبيرة ووقت اللي الفريق متاعك يبدأ يلعب خارج الحدود وحبيت نعدي تصاور متاع اكثر من خمس الاف محب متى رجل اذي تونسي كان سندوا الفريق متاحهم في نجاح المباراة الاخرانية في الزير اه ضد فريق بالوزداد اليوم نقول واحنا الحضور الجماهيري في اللوقات اللي اه الفريق يكون مستحق وخاصة انك اليوم كيتحب تلعب اعلى مراتب لابد تكون عندك موسين دا كبيرة راو اكثر من خمس الاف سيبورتير ينجموا يتحولوا يتنقلوا فما ناسنا نعرف عندي برشا من صحابي اللي بيتوا في الثنية يمشيوا رفيق مشيوا حضروا المباراة وعودوا روحوا بيش تعرف قديش الحب والانتماء للجمعية قديش عندوا اهمية كبيرة برشا هذا ما يخليني جورني اليوم اللي استبشرنا خير نوعا ما انه ملعب رادس ملعب حمد عقرب بيرادس انه اليوم بش يرجع الكريسي متاعوا لكن بالحق معتا يا وقت اللي شفت نوعية الكريسي اللي رجعوا معنتها علش نحيناهم وعليش رجعناهم على خطر ما هو مش كريسي جدد معتا يا ذالي كريسي كانوا في دبوا من دبوا وعودنا رجعناهم بش نعودوا نركبهم لكن في نهاية العمر نقول اخوين نظر للظروف الصعيبة اللي احنا فيها للوضع المادي اللي احنا فيه مسالش خير من بلاش لكن زادة فما سؤال يزمنا نقولوه من تاوه رفيق روه فما اهمية كبيرة برشها اليوم الانفراستركتور في تونس وخاصة المشاركات الفريقية كان اليوم جاي النجم الشاحل يلعب يلعب وكان جاي التصفيقس يلعب يعيا ندي الفريق يلعب شنونها المشاكل نجمون تعرضوها في الملاعب العمل عبر ديس اليوم يهز في الجمعيات الكل يهز في الأفريقي يهز في المستير يهز في اليها произقنستانع الفريقي ا частما هو كالتونسي المنتخب التونسي و الشبان متاع المنتخب التونسي هذا الكل وروا برشار وبعده قلوش بيه الملعب يرخيه معنا يعني بالصحة وبعده عليش سكروه وعليه الصيانة يلا منه هو كيفاش متحمل هذا كل بالله نظر التأمل يا ناس اللي تشرفوا على الرياضة والأفرس تلكتور يا أخويا هاو بوسع البال إلا لقاونا حلول من توا باش النجم الخاموا في المستقبل انتهت حلقتنا لليوم